أعلنت هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر الأولى خلال ندوة صحفية عن توجهها لتقديم مطلب جديد بالإفراج عن المعارضين السياسيين الموقفين وذلك أياما قليلة قبل انقضاء آجال الإيقاف التحفظي المحدد قانونيا بـ 14 شهرا كما جددت الهيئة دعواتها للإفراج عنهم وصلتت الهيئة خلال الندوة الضوء على ما أسمتها الخرقات والانحرافات الجسيمة التي يشهدها ملف القضية وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو أن الهيئة تمارس واجب الدفاع في ظل قصف من السلطة التنفيذية وتدخل مستمر للضغط على القضاء وأكد ديلو أن هذا الملف سياسي بامتياز لمناقشة الملف التونسي أرحب بضيفي هنا في الاستيديو سيد علي بن عرفة الكاتب والبحث أهلا بك سيد علي معنا بداية ما الجديد في قضية المعتقلين السياسيين؟ الجديد هو أنه في آخر المدة الزمنية التي تقضي بإطلاق الإفراج عن المساجين من الإيقاف بعد 14 شهرا من الاعتقال بادرت السلطة التنفيذية ومثلتها في وزارة العادل إلى ختم البحث والتمديد في السجن هؤلاء رغم أنه مدت أكثر من سنة من الاعتقال دون التحقيق مع هؤلاء إلا لبعض الدقائق المعدودة ثم أنه تمت إضافة حتى بعض الأسماء الجديدة مثل الأستاذ البحيري تمت إضافته إلى الملف وكل هذا يعني دليل على أن القضية سياسية في الحقيقة وفارغة من كل الأدلة التي تثبت هذه التهم الكبيرة التي يتهم بها هؤلاء السياسيون والهدف واضح هو صرف الأنظار عن الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس أيضا لإبعاد هؤلاء الزعماء والقيادات السياسية من الاهتمام بالانتخابات الرئيسية القادمة وربما حتى يعني إقصائهم من الترشح أو من الانتخاب وكل هذا في إطار سياسة قيس سعيد لإقصاء جميع المعارضين السياسيين وخوض سباق الرئاسة منفردا وربما حتى إلغاء الانتخابات جملة والتمديد في رئاسته اللاشرعية في الحقيقة لأنه يعني خارج الدستور وخارج الشرعية نعم هل نحن إذن أمام امتحان سيد علي بن عرفة امتحان للقضاء بعد انقضاء هذه الفترة القانونية للمعتقلين السياسيين كيف سيتعامل معهم؟ في الحقيقة يعني هذا الدليل آخر على أن القضاء في تونس يعيش أزمة حقيقية من طرف يعني السلطة التنفيذية التي أصبحت تتحكم بالكامل في السلطة القضائية بل أنه قيس سعيد صرح علانية بأنه ليس هناك سلطة مستقلة للقضاء وإنما القضاء هو وظيفة وبالتالي يملى عليه كيف يمكن أن يصدر الأحكام وكيف والتهم التي يمكن أن يصدرها لا ننسى أنه قيس سعيد يعني ألغى المجلس الأعلى للقضاء وعين قضاة يعني وقتيين في المجلس الأعلى أيضا يعني صرف سبعة وخمسين قاضيا عن مهمة القضاء ورغم حكم المحكمة الإدارية لصالحهم فإنهم لم يعودوا إلى سهل في عملهم وأيضا لم يتم يعني ترسيمهم في المحامات مما يعني عقوبة جماعية لهؤلاء القضاء النزهاء الذين يعني استهدفهم قيس سعيد في ظل استهدافه للسلطة القضائية الآن القضاء يعني يخضع للترهيب حقيقة لأنه كل من يصدر أحكاما غير موافق عليها وغير مقبولة يعني من طرف السلطة التنفيذية فإنه تقع عقوبته إما بحالته للتقاعد أو أنه يغير مكان عمله أو أنه يعني عقوبات مختلفة يخضع لها القضاء وبالتالي هناك سيف مصلت على القضاء بأن يساير السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والدليل ذلك أن يعني معارضين سياسيين يتهمون بالتآمر على أمن الدولة وهي قضية يعني خطيرة جدا تؤدي إلى الإعدام في الأحكام ولكن ليس هناك أي أدلة دينهم وليس هناك أي يعني إثبتات تجاهها ولكن فقط هو قرار قرار سياسي طيب ما دلالت تحرك دائرة الاتهام لتوجيه اتهامات للمعتقلين في الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة محكومية أو اعتقال هؤلاء القانونية التي استمرت لأربعة أشهر يعني قبل أن تنتهي هذه أربعة عشر شهرا قبل أن تنتهي هذه الفترة بدأت لائحة الاتهام دلالته أن هناك إصرار من طرف السلطة التنفيذية ممثلة رأسا في قيس سعيد الذي يملي قراراته على وزيرة العدل يعني أن هناك قرار سياسي بالتمديد في اعتقال هؤلاء وفي اعتقادي أن الاعتقال سوف يستمر وربما اعتقالات أخرى في الطريق نتيجة لأنه نحن في سنة سياسية نتيجة وفي خاتمتها هناك انتخابات رئاسية يجب أن يعود فيها القرار إلى الشعب وقيس سعيد يخشى الاحتكام إلى الشعب في حضور زعامات سياسية وازنة من مثل هؤلاء الذين هم رهن الاعتقال ويتهمهم بالتآمر الاتهامات بالتآمر الاتهامات بمحاولة اغتيال رئيس الجمهور الاتهامات كبيرة ولكن الأدلة والإثباتات يعني واهية يعتمد في هذا الاتهام بالتآمر يعتمد على شهود نكرة يعني ليس هناك أسماء تتهمها هؤلاء وإنما يشار إليها باسم إكس أو يعني أسماء يعني إشارات ولكن ليس هناك أسماء له هذا التألت يعني إخفاء الشهود إنما تم يعني في التنصيص عليه في البداية في القانون لأنه يعتمد على قانون إرهاب وحتى لا يقع استهداف هؤلاء الشهود من طرف الإرهابيين ولكن المتهمين اليوم هم زعامات سياسية ومحامين وأساتذة وبالتالي ليس هناك خشية على الشهود ولكن يعني تمضي السلطة التنفيذية في اعتماد شهادات يعني غير معتمدة شهادات يعني ليست لأشخاص معروفين ولكن هناك إصرار على سجن هؤلاء والتمديد في سجنهم لأهداف سياسية وأغراض سياسية نعم أرحب بضيفي السيد كريم مرزوقي عضو فريق الدولة عن المعتقلين في ملف التآمر من تونس أهلا بك سيد كريم مرزوقي معنا هل نحن أمام امتحان للقضاء بعد انقضاء الأجال القانونية للمعتقلين 14 شهران سيد كريم هل تسمعني بوضوح نعم نعم كنت قد سألتك هل نحن أمام امتحان للقضاء بعد انقضاء الأجال القانونية للاعتقال للمعتقلين السياسيين التي وصلت إلى 14 شهران في الواقع يصبح بالحديث عن انتحان للقضاء وقد تبين أن هذا القضاء اليوم موضوع تحت يد سلطة التنفيذية باعتبار أن ضمانات المحاكمة العادلة أصبحت منعدمة بضرب استقلال القضاء وقد شاهدنا آخر يعني عنوين التدخل السياسي في هذه القضية قضية التآمر تصريح رئيس الجمهورية بالأمس باجتماع مجلس الأمن القومي حينما تحدث عن المتآمرين وأكد الإدانة والحال لم يفصل بعض في التهمة ولم يبقى بالأمس إلا أن يصرح رئيس الدولة بالعقوبة ففي الواقع نحن أمام قضية سياسية أثيرة بطلب من السلطة السياسية وبشارتها ونحن في علاقة بمسألة الإيقاف التحفظ أريد أن أشير هنا لما أشرت إليه إلى انتهاء الأجال بنهاية هذا الأسبوع ولكن نحن دخلنا في دوامة من الخلقات والإنحرافات الإجرائية باعتبار أن هيئة الدفاع قامت بتعقيب قرار رفض الإفراج الذي أصدرته دائرة الاتهاب بمحكمة الاستنف بتونس وكنا ننتظر أن يحال الملف إلى المحكمة الأعلى درجة بمقتضى هذا التعام أي محكمة التعقيب أو محكمة النقد ولكن ما رأعنا إلا أن يعاد الملف إلى قاضي التحقيق ليقوم بختم البحث ومباشرة الإعلامات للمتهمين وهذا إنحراف إجرائي جديد ونحن في هيئة الدفاع وما عقدناها اليوم في الندوة الصحفية التي عقدناها بدار المحامي نحن نعتبر أن قرار ختم البحث هذا قرار غير شرعي باعتباره جاء مخالفا للمجيبات القانونية يعني هل جاء هذا القرار أو التحرك من دائرة الاتهام للحيلولة دون إطلاق صراح هؤلاء بعد انتهاء الفترة القانونية لاعتقالهم نعم نحن نعلم أن المدة القسوى للإيقاف التحفظ أو الحفص الاحتياطي هي في القانون التونسي 14 شهرا وهي تنتهي بنهاية هذا الأسبوع وبدأ المفترض أن يتم إطلاق صراح الموقفين إطلاق وجوبي يعني بقوة القانون ولكن السلطة حينما علمت أنها تورطت في هذا الملف ليس فقط على مستوى توجيه الاتهامات في الأصل ولكن عن مستوى الخروقات للإجرائات نراها تمارس الانحرافات الإجرائية ومحاولة المرور بقوة كما ذكرت الملف اليوم المفهوض يكون لدي محكمة التعقيب ولكنه أهيل إلى قاضي التحقيق ونحن منذ ساعات علمنا أن قاضي التحقيق قام بتوجيه الملف إلى دائرة الاتهام والغاية هو أن تصدر حكما أو قرارا بإحالة المتهمين إلى الدائرة الجنائية قبل انقضاء أجل الإيقاف التحفظي المحددة يوم الخميس بالنسبة لأحد المتهمين ويوم الجمعة بالنسبة لبقية المتهمين يعني هي دوامة من الحرافات والخرقات الإجرائية في هذا الملف لم نشهده يعني في جميع القضايا السياسية وبالتالي سيد كريم هل هناك أي أفق قانوني أو مخرج قانوني للتعامل مع هذا الوضع المخرج القانوني السليم الوحيد في هذا الملف هو أن يتم إطلاق صراح الموقفين السياسيين المعتقلين في سجن المرنجية منذ فبراير الفارت أجل إيقاف التحفظ تنتهي بنهاية هذا الأسبوع وليس من حق قاضي التحقيق أن يقوم بختم البحث والمسارعة في الزمن والحال أن الملف المفروض يكون لدي محكمة التعقيب وهنا أتساءل لماذا قاضي التحقيق ترك الملف بين يديه تيلة أربعة عشر شهرا وقام في الدقائق الأخيرة أو الأمطار الأخيرة قبل انتهاء الإيقاف التحفظ بهذا العبث الإجرائي ونحن هنا أريد أن أشير إلى أننا نريد ونطالب منذ البداية بالسرعة في ختم الأبحاث لكشف الحقيقة في هذا الملف باعتبارنا نقدر أننا لسنا أمام جرائم تم ارتكابها وبالخصوص جرائم تآمر على أمن الدولة ضد معارضين سياسيين لم يكن ذنبهم إلا أنهم مارسوا حريتهم العامة حرية التعبير وحرية التنظم فنحن هذا قرار ختم البحث نحن نطالب به ولكن نريد أن يصدر تبقى القانون وليس في إتار من دوامة من الحرافية الإجرائية وهي ليست مستجدة في الواقع في هذا الملف أريد أن أشير إلى أنه سابقة لمناسق هيئة الدفع أن أعلم الرأي العام أننا قدمنا شكاية جزائية ضد وزيرة العدل بعد معين أورق فيها تشتيبات وهو ما اعتبرنا من قبل التدليس ولكن بدل قيم النيابة العمومية بفتح أبحاث في شكايتنا قامت بتتبع زميلنا الأستاذ عبد العزيز السيد ففي الواقع نحن أمام قضية مثارة بحديث الشبهات من قبل هذه السلطة السياسية وأدواتها القضائية طيب سيد علي بن عرفة هل من خلال هذا المشهد واستخدام السلك القضائي كأحد أدوات الدولة كما يبدو واضحا يعني يرى النظام أنه يحكم القبضة السياسية على البلاد نعم يعني قائس سعيد منذ الانقلاب وهو يصعى إلى الاستحواذ على جميع السلطات وبالتالي فإنه يعني جزء من منظومة الاستبداد أن يهيمن على السلك القضاء لأن القضاء متى ما كان مستقلا فإنه يمكن أن يبرئ خصومه أن يرفض يعني اعتقال والعنف وكل الممارسات التي تحد من حرية المعارضة وممارسة المعارضين والنشاطاء السياسيين لنشاطهم السياسي المعارض للانقلاب وبالتالي جزء رئيسي ومهم بالنسبة لقيس سعيد ولمنظومة الانقلاب أنه يقع الهيمن على السلطة القضائية ولذلك فإنه يعتبرها وظيفة وليست سلطة بمعنى أنها تابعة للسلطة التنفيذية ووزيرة العادل يعني تقريبا تتلقى التعليمات من رئيس الجمهورية رأسا وهي التي تتهم هؤلاء بالتآمر على أمن الدولة وتلسق التهم بكل المعارضين السياسيين والآن يكاد ينحصر الاعتقال في الرموز السياسية والقيادات السياسية الناشطة ضد الانقلاب وبالتالي واضح وجلي أن هناك استهداف لكل القيادات السياسية التي تعارض الانقلاب والتي ربما تسعى إلى توحيد جهود المعارضة بها تونس وهذا ما يرفضه قيس سعيد وبالتالي فإنه يستغل نفوذه وسلطته في الهيمن على السلطة القضائية بل أنه تقريبا لم يبقى له إلا أن يصدر الأحكام لأنه هو الذي يصدر التهم ضد هؤلاء وأيضا يهدد القضاء بأنه من يبرق هؤلاء فإنه تورط معهم وبالتالي فإنه يهدد القضاء من خلال الممارسة بحيث القضاء من مهامهم من ممارسة مهامهم أيضا منعهم من العودة إلى نشاطهم والآن هو يهدد القضاء بأنه من يبرق هؤلاء فهو متورط معهم سيد كريم مرزوخي كيف تنقل لنا أيضا وضع المعتقلين السياسيين هل يتمتعون بالحقوق القانونية أثناء الاعتقال طبعا هم الآن موجودون بالسجن المدني بالمردنقية منذ 14 شهرا على زمن قضايا أو تهام إرهابية وبالتالي فهم يعاملون كمعاملة من هم بهذه الصفة ونحن سابقا كنا قد أشغنا إلى وضعية نقلهم باعتبار أن سيارة النقل التي يتم استعمالها لنقلهم إلى المستشفى حالة الضرورة أو إلى المحكمة هي لا تراعي الأدنى معايير الإنسانية للتنقل وهذا ما كانت قد احتجت عليها هيئة الدفاع في وقت سابق فهذه النقطة الأساسية طبعا عدا مسألة وجود كبيرات مراقبة ونحن محتججنا عليها قبل أشهر باعتبار ذلك اعتداء على الحياة الخاصة للمعتقلين وفي هذا الجانب أن ما يهمهم وما يعنيهم بالأساس ليس ظروفهم الموجودة اليوم بالسجن بقدر ما تعنيهم بالأساس لماذا هم موجودون هم يعتبرون أنفسهم معتقلون من السلطة السياسية وأن ذنبهم هو أنهم كانوا معارضين لهذه السلطة وبارسوا حرياتهم ومكانهم ليس في السجن بل مكانهم في النشاط السياسي العام كما مارسوه ثلاثة عقود سواء زمن الاستبداد أو زمن الانتقال الديمقراطي فهذا هو ما يعني المعتقلين الذين اليوم يدفعون ثمن معارضتهم للسلطة في كل حوال شكرا جزيلا لك سيد كريم مرزوق عضو فريق الدفاع عن المعتقلين في ملف التآمر حالة الزمن الانتخابي نعم بدأت تدخل من خلال أصل ممارسات رئيس الجمهورية الذي يقوم بحملات انتخابية الآن منفردا وأيضا من خلال المحاولات عرقلت وإقصاء كل المترش الذين هناك إمكانية لترشحهم للانتخابات القادمة ويستهدفهم حتى من أعلن كل من أعلن عن تقريبا عن نية في الترشح تم إلساق التهم به محل التحقيق وكل الذين هم مرشحون نظرا لأدائهم السياسي ونظرا لأنهم شخصيات وازنة في البلاد كل هؤلاء الذين متهمون بالتآمر هم شخصيات سياسية بإمكانهم أن يكونوا منافسين في الانتخابات القادمة وبالتالي قيس سعيد ماضي في الزمن الانتخابي دخله على اتجاهين اتجاه أنه يمضي من خلال خطاباته وتحركاته الميدانية بحيث يقوم بحملات انتخابية شعبوية وفي نفس الوقت فإنه يسد الطريق على كل الزعمات والقيادات والنشطة الذين بالإمكان أن يكونوا منافسين له في الانتخابات القادمة لأن الانتخابات القادمة محطة رئيسية بالنسبة لقيس سعيد يعبر عنها بقوله بأنها يعني إما البقاء في السلطة أو للفناء وفي تقدير أن هذا تهديد لكل الطبقة السياسية بأنها يعني هناك تهديد لها في المحطة القادمة الانتخابية القادمة وفي نفس الوقت فإنه يعبر لا شعوريا إلى مأزقه الرئيسي بأنه في الانتخابات القادمة إذا لم يبقى فإنه يعني مآله الفناء تاريخيا سوف لن يذكر إلا يعني حادث سير تاريخي تعرضت له تونس وليس له من الإنجازات ما يمكن أن يذكر في التاريخ طب هل برأيك يمكن أن نشهد حالة من الانفراجة تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء مناسبة؟ لا أعتقد يعني مسار قيس سعيد هو الانقلاب وبالتالي فإنه ماضي في تشتيت قبضته ويخشى هذا الانفراج يعني هو على حساب سلطته يعني لا أعتقد أن الرجل سوف يمضي في حالة من الانفراج بحيث يمكن أن تؤدي إلى انتخابات نزيهة وشفافة لأنه يعلم جيدا أنه على مستوى المنجز السياسي والاقتصادي فإنه يعني صفر إنجازات لا يستطيع أن يقدم حتى وعوده الكثيرة التي أطلقها وشعاراته لا يستطيع في حملة انتخابية أن يقنع الناخبين بأنه قد تم يعني الخطوات في إنجاز ما وعد به وبالتالي حملته الانتخابية سوف تكون فارغة وبالتالي يعني بإمكان أي منافس في ظل انتخابات نزيهة بإمكان أي منافس أن يحرج قيس سعيد بأنه لم ينجز شيئا رغم أنه لمدة ثلاث سنوات يستحوذ على جميع السلطات وبالتالي لماذا يضاف له سنوات أخرى ماذا يمكن أن ينجزه ما لم يستطع إنجازه في الثلاث سنوات الماضية وبالتالي فإنه غير مستعد إلى انتخابات نزيهة شفافة ويعني حملة انتخابية مفتوحة لجميع المنافسين ولذلك فإنه سوف يسعى إلى التضييق ولا أعتقد أنه سوف يمضي إلى أي شكل من أشكال الانفراج في هذه المرحلة كل ما يحدث كيف ينعكس على عجالة سيد علي بن عرفة ونحن على أعتاب هذا المشهد الانتخابي على المشهد السياسي في تونس هو ينعكس سلبا لأنه يعني يغلق الباب أمام المعارضين السياسيين والأطراف السياسية في أن تأمل في انفراج والخروج من هذه الأزمة التي تعيشها البلاد والتغيير لأنه يعني تقريبا سدت أبواب التغيير بحيث لم يترك أي منفذ إلا ما ترفضه المعارضة من يعني سليب ربما تواجه بها الانقلابات وبالتالي ما زالت هناك فرصة يعتقد البعض أنه هذه الحمدة أو هذه المحطة الانتخابية بالإمكان أن تكون يعني بابا للانفراج والخروج من أزمة إذا فتح فيها المجال للشعب التونسي أن يعبر عن رأيه إما بالقبول بالمضي مع قيس سعيد في سياسيته أو أنه يرفض هذا المسار وبالتالي يطالب بالتغيير لماذا لا نفتح المجال أمام الشعب التونسي ليعبر عن خياراته في اعتقادي أنه مسار قيس سعيد وأسلوبه في الحكم لا يمكن أن يتوقع منه انفراجا يمكن أن تعبر منه تونس من هذه الأزمة بسبيل يعني سياسي للخروج من هذه من الخروج من هذه الأزمة وفي اعتقادي كما ذكرت أنه ليس هناك أمل كبير في أن يمضي قيس سعيد في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة إلا إذا كان هناك ضغط حقيقي من طرف القوى السياسية التونسية لفرض شروط أداء انتخابات في مناخ يعني تتوفر فيها الشروط الانتخابات النزيهة جزيلا لك سيد علي بن عرفة الكتب والباحث على هذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر